حلم إقامة نقابة الإزعيين والإعلاميين حلم يراد كل الإعلاميين من سنين طويلة ودائما كان عندنا في مشاكل ومش عارفين هي الأزمة فين في أحد مشاريع المستقلة لنقابة الإزعيين هو نقابة الإزعيين تحت التأسيس هيقام لانتخابات مفروض أنها تقام النهاردة وترشح لها مرشح واحد فقط وهو الإزعي الكبير سيد الهضبان هيكون معنا النهاردة المخرج الإزاعي علي أبو ميلا وهو أحد أعضاء لجنة القانون في النقابة هنتكلم معاه عن المشروع والعقابات التي تعترضوا والانتخابات بتاعت النهاردة صباح الخير يا فزعي صباح الخير يا رب تكون خير لأنه النهاردة فعلا يوم جميل ونهار سعيد لأنه الإعلاميين أو الإزاعيين سواء في الراديو أو في التلفزيون بيكتموا النهاردة في أول جمعية عمومية لنقابة مهنية إزاعية تحت التأسيس برضو لأنها لسه ما بقتش رسمية تحت التأسيس طيب قبل ما نتكلم عن مشكلات الإزاعيين بشكل عام خلينا نتكلم عن المشاكل اللي بتقابلكم في تأسيس النقابة نقابة الإزاعيين المستقلة دي هو الحقيقة أن النقابات المهنية هي نقابات تخرج بقانون هذا القانون يتم عرضه على مجلس الشعب وبيصدر بقانون من رئاسة الجمهورية مرسوم قانون من رئاسة الجمهورية أو من يقوم محله بعد موافق مجلس الشعب على هذا القانون لفترة طويلة جداً إن كان ببتدت سنة ستة وسبعين لحد سنة 2011 أو لغاية النهاردة كان في محاولة دائمة إنه من السلطات إنها تعرقل هذا القانون كان فيه مشروع عمل لأستاذ شفيق شلبي كان فيه مشروع عمل لأستاذ محمود سلطان وأستاذ حملي كنيسي كان فيه مجلس الشريفين لا ما بعد الثورة شيء وما قبل الثورة شيء ده تاريخ النقابة المهنية للإزاعيين راديو وتلفزيون اللي حصل بالضبط إن احنا فيه 2009 كان حصلت مجموعة مظاهرات كانت مصامرة مظاهرات الغضب في مسبيرو وكان مطلب من مطالبها إن احنا نعمل نقابة مهنية للإزاعيين راديو وتلفزيون حقيقة تم عمل تشكيل لجنة واللي شكل اللجنة في الوقت ده كان الوزير أنا ستفقي وابتدوا يعملوا مشروع القانون قد حوالي تسح شهور وابتدت المعركة إن احنا ندخل مجلس الشعب عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الشعب لكن صفوة الشريف كان قال إنه إقامة نقابة مهنية لإزاعيين على بورستي ومن هنا أو أي سبب صحيح؟ أو كان دي رافض التعارض الدائم ما بين النقابة وملاكل أدوات الوسائل العالمية يعني لإن النقابة بس أفقد يعني إنه كيانات كثيرة كانت موجودة عبل الثورة وكانت مجرد بس واجهة يعني ما كانتش تفرق معه حاجة إنه هو يسيب النقابة وفي الأخر هو مش هينفذ يعني ده المنطق في العصر اللي فات المشروع بداية تقديمه كانت معارض كان معارض معارض للهيمنة الإعلامية معارض لكابت حريات الإعلام معارض لفكرة فرد الأفكار على الإعلاميين وبالتالي هو حصل استضام ما بين الإدارة الحكومة وما بين المشروع كمشروع مدافع عن حرية الإعلام والإعلامية طيب خلينا نتكلم عن النقابة بعد ثورة 25 يناير لغاية ما وصلنا النهاردة ومفروض إنه في حضرية متول جمعية عمومية مفروض إنه فيه انتخابات يتم النهاردة ومرشح وحيد الأول علق لي على مرشح وحيد لمرشح وحيد وبعد كده عايز أعرف إيه المشاكل اللي وصل يعني اللي انت عديت من خلالها عشان توصل لليوم ده أولاً هو إحنا عندنا انتخاب مكان المفروض يبقى فيه عندنا انتخاب أول نهاردة بإذن الله يتم انتخاب النقيب ومجلس إدارة مجلس إدارة النقيب تقدم للترشيح لأستاذ سيدها ولم يتقدم أحد لمنصب النقيب حتى غلق باب الترشيح وتقدم لمجلس الإدارة 16 إعلامي إزاعي لدخول الانتخاب جميل هو عدد النقابة كان؟ الحد النهاردة 1700 عضل طب هو إيه الفرق ما بينها وما بين النقابة اللي في الشريفين أو المشروع عن النقابة اللي في الشريفين هنا بقى مهنية القانون بمعنى إنه مشروع شريفين قائم لإنه العاملين في عيئة الاستعلامات لما يعني اتكلموا في إنهم يدخلوا لنقابة الإزاعيين راديو تلفزيون إحنا قلنا اللي بيشتغل في عيئة الاستعلامات ثلاث أنماط من الإعلاميين حد بيكتب كتب الكتب اللي انت بتشوف عنين الاتذرة من عيئة الاستعلامات وحد بيعمل تجميع للأخبار وحد بيعمل أفلام تسجيلية أو إعلانات فقلنا اللي بينتامي لمهنية الإزاعة المرئية والمسموعة هو المخرج والسيناريست اللي بيشتغل في الأفلام الفنيين يعني اللي بيشتغل في الأفلام التسجيلية فاللي بيشتغل في الأفلام التسجيلية عندهم مهنة اسمها إزاعة مرئية فيجوه عندنا لإن القانون اللي هناك أوسع بيضم الفئات كلها فإحنا هنا بنشتابك مع نقابة الصحفيين بنشتابك مع اتحاد الكتاب وفي نفس الوقت ما بنخصص المهنة كان حصل لقاء أيضا مع بعض الناس اللي شغالين في المسألة ديت والمستشار القانوني قال أن المهنة هي اللي بتحسم مشروعية القانون فعشان كده الخلاف اللي بيننا وبينهم أن هناك بيضم أكثر من مهنة وإحنا عندنا مهنة محددة إزاع المرئية والمسموح طيب حضرتك شايف إزاي إن إحنا ممكن يعني نعمل نقابة تضم الجميع يعني برضو التفتت ما بيوصلش لنتيج لأنه يبقى أنت عندك 1700 وهم عندهم هناك عدد معين يبقى في الآخر فتتنا الإعلاميين إحنا محتاجين مشروع موحد يشمل جميع الإعلاميين نعمله إزاي من وجهة النظر القانونية بما إن حضرتك عضو في لجنة القانون من وجهة النظر إن إحنا بنحدد مهنة كل مهنة وبيعني كده بنعمل اتحاد نقابات مهنية بمعنى إنه إحنا في اتفاق مبدأي مع أستاذ جمال فاهمي وأعضاء في مجلس إدارة نقابة الصحفيين على إنه نعمل اتحاد النقابات الإعلامية نقابة الصحفيين فيها نقابة الإزاعيين رجوة تلفزيون وأي نقابة أخرى تحدد مهنتها وتدخل بها مشروع في مجلس الشهر طيب كلمني عن الدور الحقيقي بقى هو الدور الحقيقي طبعا لأي إنقابة هو بتخدم أعدها وبتجيب لهم حقوقهم كلمني عن مشاريعكم انتو نويين تعملوا إيه للإذاعيين والإعلاميين علشان يقول لكم يعني ببساطة كده هو أنت عايز الناس تجيلك قول لي أنت هتعمل لهم إيه هو الحقيقة قدامنا إحنا قدامنا يعني مشكلة في منتعى الأهمية في الدنيا وخصوصا ما صارت 25 يناير إحنا عندنا فكرة الدفاع عن حرية الإعلامي وحرية إعلامية وإنكم في الفترة الأخيرة شفنا يعني أكثر من تجربة تجربة دينا عبد الرحمن في قناة دريم تجربة زي تجربة غلق قناة الجزيرة التجارب دي أثبتت أهمية وجود نقابة قوية تدافع عن حرية الإعلاميين وعن حرية الإعلام نفسهم وعشان كده إن كان الأكثر أهمية في الفترة اللي جاية إن إحنا نحدد شكل الإعلام بشكل عام في مصر عندنا ثلاث أنا أريد أن أضيف لكلامك بس إن إحنا الأهم إن إحنا نجتمع الأول مع بعض ونعد نتكلم عشان يبقى لنا ممثل ويبقى هو النقابة فبالتالي يبقى في حد يتكلم باسمنا بدل ما كل واحد فينا يتكلم مازموش كده وهو ده إحنا كان هدف اجتماع النهاردة فيه ثلاث مشاريع مهمة جدا أول حاجة وضع مساق شرف إعلامي ودي في كل أنحاء العالم مهمة النقابة دي اللي بترسم خريطة الإعلامي إزاي يشتغل حاجة تانية فيه ستاندر جماعة صح فيه مقياسي فيه معايير بالزبط فيه معايير الحاجة التانية المهمة في الفترة القادمة فكرة وجود جمعية وطنية الإعلام بمعنى بمعنى إحنا مع إلغاء وزارة الإعلام في مصر أو في أي دولة لأنه مفيش دولة بتحبو ناحية الديمقراطية وفيها وزارة الإعلام وبالتالي علينا أنه بجيء بديل يدير منظومة الإعلام الخاص والعام جميل ده ياخدنا للنقطة دي بقى إنه بما إنه ببساطة كده والإعلام ملكيات تنقسم لنوعين ملكية عامة وملكية خاصة مدى تأثير ده أنا عايز أعرف مدى تأثير الملكيات دي على الدور النقابي نتعامل معها إزاي؟ يعني هتتتعامل إزاي مع الإعلاميين اللي في القادمات الخاصة مثلاً؟ أولاً الإعلاميين في القادمات الخاصة هم مهنيين وبالتالي هم أعضاء يعني قانوناً هم أعضاء في هذا في نقابة الإزايرات الديمتريفزيون اللي بيحصل إنه الصدامة دائمة بين سلطة رأس المال والتحرير ما هو ده ما هو ده بيأخذ الجزيلة اللي كنت أسأل عليها إمتو هيبقى تأثيرك وقود تأثيرك على وسائل الإعلام الخاصة جاية منين؟ يعني النقابة عشان تاخد دور فاعل لازم يبقى للنقابة دي وزن وكلمة وممكن بحكم قانون أو ما شابه إنها تقدر تجيب حق الإعلامي وإلا هيبقى كله عادنا نقول كلام وفي الأخير محدش معنا تمام هي دي بقى الفكرة إيه؟ إن القانون يزر بقانون إن القانون النقابة المهنية بيزر بقانون وبالتالي هو يحكم يحكم على كل الوسائل الموجودة يعني نقابة صحفيين مثلا يعني نقابة صحفيين لها حكم على كل الجرائد الموجودة في مصر وبالتالي نقابة الإزعيين ربقى لها حكم على كل المحطات المسموعة أو المرئية في مصر ده اسمه مرسوم قانون زي قده قانون التوارع ده مرسوم قانون يعني بس هده بقى هي النقابة ولا اتحاد النقابات؟ لا كل نقابة مهنية بتبقى مخاصة اتحاد النقابات ده ده التحاد تعاوني أو يعني اتحاد طب ما حده كده عندنا مشكلة إن إحنا كده إحنا بنتكلم في الكذا نقابة للإعلام دلوقتي فهده تبقى أنهي واحدة فيهم وليزم يبقى كلهم يجزم فيه كيان واحد يمثل الجميع ده مظبوط مظبوط إزاي بإنه القانون اللي إحنا عملناه وهو قانون مراجع من مجلس الدولة مستشار سامي مهنة كان واحد من المراجعين لهذا القانون نايب إيس مجلس الدولة وأنا عايز أعلق على النقطة دي بس أضيفة إنه هو ده المطلوب إن إحنا لما نعمل قانون نروح للجهات اللي ممكن تعترض عليه يعني دايماً عندنا مشكلة دايماً في إنه المحكمة الدستورية بتعترض بعدها من روح يا جبال المحكمة الدستورية العليا الأول ونشوف ماذا دستورية القانون ده وبعد كده نعمله مش مش نستنى لما يتعمل هي المشكلة أنه يعني فيه فرق بين الاتنين لكن المشكلة إن المحكمة الدستورية العليا هي رقابة لاحقة وكان فيه طرح انه يبقى في الفترة الحالية انه يبقى عندها لطلبة هي كل هي بس المنطق انه ليه نعمل حاجة يطعن في دستوريتها بعد كده من المكامة ما نروح ناخد رأيهم من الاول بقى بشكل او باخر صح المستشارة تعني الجبالي كانت تعرضت ده من فترة قريبة انه يبقى فيه رقاوة مصابقة احنا لما خلصنا القانون راح لمجلس الدولة عن طريق اتحاد اذاع و تليفزيون ويراجعوا اتنين من الكبار المستشارين هناك على رسولهم المستشار صامي مهان ورح بشكل رسمي عن طريق الاتحاد طبعا 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 راح عن طريق الوزير انا سلفين فراح مجلس الدولة تم مراجعة القانون بالكامل في مدى قانونيته بس فيه جزئية بقى بالوقت احنا بعد ثورة 25 يناير كان عندنا فشل دستوري وقانوني ما حصلش ومش هيحصل تاني بعد كده بنحاول نصلحه بعد 25 يناير مدى بقى قانونية ودستورية هذا القانون اتفحصت ولا لا؟ بعد 25 يناير لأ طب ما احنا كده محتاجين النار بقى يتفحص وده الدور اللي هيلعبه ادارة النقابة اللي هتتشكل بازن الله على غروب هذا اليوم انه هتتشكل ادارة للنقابة من مجلس الادارة عليه انه يأخذ هذا القانون ويرسل الى مكانين مجلس الدولة للعرض والافادة القانونية ومجلس الوزراء للعرض على المجلس العسكري لازدار قانون بهذه النقابة اشتركوا في القناة